تعالي نخدها واحدة واحدة وعاوزين نتكلم حبتين على مش بس بقى الفيروس المخلاوي والأوبئة والأمراض وازاي الوزارة بتتكلم عنه لانا عايز أبدأ من أول حدث مهم جدا حصل في مصر ألا وهو قاب 27 في شهر مشيخ وازاي وزارة الصحة استعدت وعملت كل الإجراءات الممكنة ما أخد بالك عشان المؤتمر ده يطلع بالشكل ده وياخد كم الإشادات دي ده معناها أن الحمد لله والشكر لله مفيش جهة واحدة فاتتها الفوتة فخليني الأول أرحب بضفن العزيز دكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة منور 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 دكتور تهياتي الحمد إزاي الحقيقة لكله تمام؟ عايز أبدأ الأول بيكاوب 27 والوزارة استعدت إزاي لده؟ أنا عايز أغف حقيق لأبعد من مجرد الاستعداد الطبي للمؤتمر الاستعداد الطبي ده بدأ من قبل القاب يمكن دكتور حال عبدالغفار وزير الصحة كان بدأ بدري في تجهيز رجالته في الوزارة أو القائمين على القطاعات المختلفة سواء قطاع الوقائي، قطاع العلاجي، الإسعاف، الرعاية العجلة، هيئة الرعاية الصحية ومستشفى شرم الشيخ الدولي الأغذية، المطاعم، العاملين في القطاع الصحي والتطعيمات إحنا طعامنا تقريبا ما يقرب من 18 ألف من العاملين في القطاع الصحي بجرعة تنشطية من الكافيد و11 ألف ومتين بتطعيم ضد التهاب الكابي دي ايه ده جزء كان كبير مستشفى ميداني لأول مرة متنقلة في الجرين زون مستشفى شرم الشيخ الدولي تحولت إلى مستشفى خضراء يعني ايه خضراء؟ يعني مستشفى مش بس بتقدم خدمة علاجية للمريض عشان يبقى صحيح لكنها كمان بتحافظ على صحة الأصحاء اللي بره المستشفى من خلال نفايات آمنة، من خلال استخدام طاقة متجددة، من خلال استخدام الروبوت استخدام الروبوت فعلا زمين ما راحوا صوروا هناك بالضبط، فإحنا ده جزء يمكن أن الأول ما بنتكلم على دور وزارة الصحة الناس بتلتفت أولا إلى الدور الوقائي والعلاجي والمية لكن الحقيقة فيه دور تاني قامت بيه الدولة المصرية داخل المؤتمر مرتبط بالفعليات اللي جوه المؤتمر مرتبط بالإنيشيتف، المبادرات اللي تبنتها الدولة المصرية في الوزارات ووزارة الصحة كان لها ثلاث مبادرات تم منقشتهم ومطرحهم داخل المؤتمر المبادرة المرتبطة بالصحة الواحدة لأنه دلوقتي، ومن زمان يمكن، لكن ده بقى أكثر وضوحاً مع الكوفيد اللي هي من شأها حيواني وأفابة الإنسان فالصحة ما بقتش بس إنك تبقى صحة الإنسان لكن بقى صحة الإنسان والحيوان والبيئة كل ده مرتبط ارتبط وثيق ببعضه وأنه لن يكون الإنسان صحيحاً إلا إذا كان الحيوان صحيحاً ولن يكون الإنسان صحيحاً إلا إذا كانت البيئة المحيطة صحيحة فدي كانت مبادرة مهمة جداً الوان هيلث في يوم الساينس دي اللي كان فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وده بيقولك قد إيه الوزارات النهاردة بتعمل بشكل متكامل التعليم العالي والبحث العلمي مع الصحة والسكان عملنا الوان هيلث أو البيئة الصحة الواحدة ترجمة نانسي قنقر